فعلا علاقة استراتيجية تم تأسسها من أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي في أول ولاية ليه في العام 2014 وعايزين نشير برضو لأن احنا بالفعل ماضينا عقد لتوريد قطار كهربائي مع الصين بالضبط اللي هو السلام العاصمة الإدارية الجديدة يعني له أكتر من محطة ويمكن ما فيش مصر قطار مكهرب زي اللي هو يتعمل والحقيقة هي فعلا شراكة استراتيجية بس إيه هو مفهوم الشراكة الاستراتيجية؟ ممكن يكون فيه اتفاقيات تعاون مشترك ما بيننا وما بين أي دولة ولكن أن ترتقي لمفهوم الشراكة الاستراتيجية بمعنى أنها بتشمل كافة الجوانب العلاقات كانت تجارية بحثة مع الصين يمكن من 2006 و2008 و2009 وبعد كده حصل اللي حصل وبدأنا تاني في إعادة فكرة الشراكة الاستراتيجية مع الدول لاحزناها طبعا كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية لعقود وبعد كده مع الجانب الروسي وبعد كده مع الجانب الصيني لما أجي أشوف أنا بشوف مش عايز بس أفكر في زيارة الصين أشوف اتجاهات الرئيس هي بتفكر إزاي الرئيس بيتجه نحو الشراكة الشاملة بمفهومها المطلق يعني ممكن يوما من أيام ألاقي اتفاقية غير قطار المقهرب اتفاقية تعاون عسكري ما ننساش أبدا أنه كان فيه مثلا مسابقة لقوات الدفاع الجوي اللي هو قوات الدفاع الجوي المصرية خلت رقم واحد فيها اللي هي كانت بتسمى الكلير سكاي كانت في الصين برضو من شهر والحقيقة الجيش المصري أو قوات الدفاع الجوي أبهرت الجيش الصيني وبالتالي ممكن يكون فيه اتفاقية أيضا عسكرية هذا هو مفهوم الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة زيارة الرئيس ودلالتها هي زيارة يمكن اللقاء الخامس اللي بيجمع ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جينبينج ولكن ليه مدلول أنا بالنسبالي هي أول زيارة بعد التولي الرئيس الولايات التانية وهو رايح الحقيقة قاعد مع القطب القوي جدا في العالم الغول الصيني اللي هو بيؤثر في اقتصاد العالم كله صعود أنهور الأسيوية بالصبت وأكبرهم وأكثرهم تأثيرا هو الصين خذي بالك يا مهة الصين دولة مش عزمة هي دولة عزمة حقيقة يعني لما نيجي نشوف تأثيرتها ولكن هي بتعترف تقولك أن دولة كبرى مؤثرة في إقليمي ولكن مش مؤثرة في العالم ملهاش كطع بحرية زي ويات المتحدة الأمريكية أو روسيا في الدول العالمية ملهاش مثلا أفلام ثقافة نعمة مثلا أو قوة نعمة زي ما بنقول هل ده لأنه هم مركزين كل مجهوداتهم على الصناعات يعني هم لا هم مركزين ولكن في الجزء الآخر من العالم مش بيحاول أنه هم يعني غرسوا مثلا يعني الصين عضو مثلا في مجلس الأمن عضو دائم في مجلس الأمن ولا مركزة أكثر مع اليابان عشان اليابان كانت محتلة بتركز طبعا مع اليابان ومع فيتنام ومع كوريا الشمالية ومع كوريا الجنوية وهيدعم الكوريا الشمالية ولكن مش عايزة أبعد بس عن زيارة الرئيس السيسي فالصين هي دولة قبرى هي بتقول على نفسها أننا دولة قبرى حزب واحد حزب شيوعي رئيس بيحكم لمدى الحياة ولكن هو مؤثر يعني يشوف مثلا قوة الاقتصاد الصيني لما بتثق فيه قدرة الاقتصاد أو فيه رؤية الرئيس عبدالفتح قضيت على الإرهاب المؤسسات الدولية بتشهد بنمو الاقتصاد بتاعي يا غول يا صين يا مؤثر في العالم كله حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين الصين اشتركوا في القناة